طيب موسيماني أعلن قيمة الأهل لمواجهة بيرامتس بكرة إن شاء الله تعالى 7.5 الأهل وبرامتس في الدور الممتاز مباراة مرتقبة ومهمة جدا في أستاذ الدفاع الجول الأهل زي ما شفته الفترة الأخيرة حافظ على صدرته للمسابعة 20 نقطة من 8 مباريات فاس في 6 وتعادل مرتين بيرامتس في المركز الخامس ب13 نقطة من 8 مباريات فاس في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة إيه القيمة بقى اللي هتخد مباراة بيرامتس محمد الشناوي وعلو لطفي ومصطفى شبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بكها مياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بنون اللي بيرجع للقيمة بعد تعافي وسعد السمير وعلي معلول وعمر السلية وقالو ديانج وحمد فتحي وحسين الشحات محمد مجد أفشا وطاهر محمد طاهر وكهرباء وصلاح محصن ومحمد شريف ومروان محصن وولتر بواليا النهاردة المسحة التي عملت للعيبة الأهلي الحمد لله كلها كانت سلبية باستثناء أكرم توفي وأكرم لغز الحقيقة لأنه في البداية كانت بوزتيف خد خضع للعزل والعلاج يومين 3 رجعت بقت سلبية رجعت مرة تاني النهاردة في المسحة ظهرت العينة من جديد إيجابية بعت الجهاز الطبي يعد له المسحة للتأكد من نتيجة العينة مسيماني عمل محاضرة مع اللعيبة بالفيديو عشان يشرح لهم كل شيء من وجهة نظره فنيا عن فريق بيرامدز بكرة الثلاثة الأهلي وبرامدز المقاولين واسموحها من الأسبوع الثامن يوم الخميس البنك الأهلي مع طلايع الجيش للتحاد السكندري مع غزل المحلة الزمالك والمقصة ويوم الجمعة سيراميكا كيلوباترا والجونة ودي دجلة مع أسوان والإنتاج الحربي مع المصري يوم الثبت المقاولين وإنبي والإسماعيل وبرامدز مقاولة من الأسبوع الثامن